بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله طيبين طاهرين كما وعدناكم طلبتنا الأعزاء المراجعة المركزة الآن أصبحت بين أيديكم على رغم من أن الامتحانات ما في خلصها باقي الامتحانات بقت على جدولها بقانة ثلاثة يام إن شاء الله المراجعة المركزة كاملة ومكونة من 119 صفحة بالطريقة التالية الصفحة الأولى هو العنوان وبعض الأمور العادية الصفحة رقم الثانية شنو معنى المراجعة المركزة وشلون أستفيد منها وهل هي بديلا عن الكتاب أقراها بس هي بدون الكتاب إذن خلي أقرأ هذه الكلمات بتركيز حتى يعرف شلون أستفيد من المراجعة المركزة ورها رح تلقى لك فهرست كامل بمحتويات المراجعة المركزة من صفحة خمسة أعزائي إلى صفحة ده شوف هنا من صفحة خمسة هي أسئلة الامتحان يعني أنت هنا مو هسة شوفها أنت هنا أسحب المراجعة المركزة تريد تستنسخها أوراق تريد تخليها بموبايلك تريد تخليها بحاسبتك تسحبها وأنت من تبدي تراجع رياضيات إذا مراجع وبعدك ما مراجع شوف هنا أسئلة الاختبار الأول من بداية الأعداد المركبة إلى الصيغة القطبية كملت هذه القراية بالكتاب مو كملتها تروح تقوله بصفحة خمسة رح تلقى الأسئلة صفحة خمسة أسئلة الاختبار الثاني مبرهنة ديموبر وتعميمها أيضا صفحة خمسة رح تقولي الأجوبة وين ألقاها شوف هذه مادة مادة ورما مكمل الأسئلة كلها شوف أجوبة الاختبار الأول وين صايرها صايرها من صفحة 46 إلى صفحة 48 أكو هنا شذارات مضيئة بعض القوانين اللي موجودة تحتاجها موجودة بالكتاب وتحتاجها في كل الفصول قبل بأسوي لك امتحان شامل شوف أكو كم امتحان شامل عندي هنا عندي امتحان شامل صفحة 13 بالفصل الأول والثاني قبل أكو شذارات مضيئة أهم القوانين اللي تحتاجها بالفصل الأول والثاني رح تلقاها من صفحة 7 إلى صفحة 12 وهكذا بالباقي إذن هذا ما يخص الأسئلة والأجوبة طبعاً آخر أسئلة رقم 14 لو تجي تشوفها هنا رقم 14 أو عفواً هنا آخر أسئلة أسئلة الاقتبار الثامن عشر هذا خاص بالتطبيق يعني هنا المادة الانسحاب الأوميغل انسحاب واللوار والأبر بعدين هنا امتحان شامل وراها آخر شي صفحة 114 إلى 116 نعطيك ثلاث نماذج أشبه بالامتحان الوزاري شلون نتوقع رح يصير تقسيم الدرجة الجديد هنا بالأربع فصول نعطيك ثلاث نماذج ورا ما تكمل كل الكتاب تريد تختبر نفسك انت شلون وضعك النموذج الأول والثاني هو خاص للإحيائي والتطبيقي النموذج الثالث هو خاص للتطبيقي صفحة 117 و118 هو نموذج جدوى المراجعة وتنظيم وقت المذاكرة يمكن عرضت عليكم ديش الأيام للأستاذ المبدع نبيل إبراهيم وان شاء الله تكون هذه المراجعة مفيدة لكم وان شوفه هنا 119 صفحة اذا لا تنسونا بالدعاء اذا الصفحة الأخيرة في هذه المراجعة لا نجي نشوفه اذا هنا صفحة 119 في هذه المراجعة شوف هذا الجدول اللي هو خاص اكو جدول خاص للإحيائي واكو خاص جدول خاص للتطبيقي هذا جدول للإحيائي وهذا جدول للتطبيقي وطبعا اللي يبحث عن الملازم كلها موجودة في أي مكتبة تتعامل ويا دار المرشد أو ملازم المرشد والتوصيل المجاني داخل بغداد هذه الأرقام الموجودة وانتهى بعون الله ولم يبقى إلا نجاحكم وتألقكم استقبل جميع اتصالاتكم واستفساراتكم على الرقم هذا واتساب وتليقرام قبل الامتحان وسأكون بانتظار اتصالكم بعد إعلان النتائج لسماء أخباركم الجميلة ودرجاتكم العالية بإذن الله تعالى قبل ما أنهي هنا أريد أكد على أمر أيضا مهم نوعا ما إذن كل أسئلة المراجعة المركزة موجودة في قائمة تشغيل قائمة تشغيل على قناتي على اليوتيوب اسمها المراجعة المركزة الفين وعشرين سبعة وثلاثين مقطع تقدر شوفها بالتفصيل إذن أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح أسألكم الدعاء